موسيقى وزيرة البريد والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والعلام تقدم بيانا حول الإضراب والنقابات وموقف الحكومة من هذا الإضراب وزير المالية والميزانية يترأس الاجتماع الذي يضم محاسبي النظام الحسابي ومدراء العمونة ومخلصي الجمارك حول النظام العام للإرادات الدولة تماشياً من نظام الجمهورية الرابعة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من الفضاء الشادية ونقدم لحضراتكم النشر الإخبار العربية لهذه الأمسية عقب مشاركته في عمال قمة الاتحاد الافريقي الدورة الحادية وثلاثين في العاصمة المورتانية نوكشوت فقد تعاد بحمد الله وسلامتي عصر يوم فخامت رئيس الجمهورية هيدريس ديبيتنو إلى العاصمة أنجمينة قادماً من الجمهورية المورتانية الإسلامية وكان في استقباله بأرض مطار حسن جاموس الدولي وزير الدولة وزير المستشار برئاسة الجمهورية نور الدين دلوا كاسيرا كوموكوي والقائد العام للقوات المسلحة الشادية وعمدة بلدية أنجمينة وبعض الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالمكتب المدني هذا وقبيل مغادرته العاصمة المورتانية فقد شارك فخامت رئيس الجمهورية هيدريس ديبيتنو مع نظرائه قادة دول مجموعة الساحل الخمسة في الاجتماع الذي حضره الرئيس الفرنسي منويل ماكرون حيث ترك هذا الاجتماع حول تعزيز الاستراتيجيات لمحاربة الجماعات الإرهابية في دول الساحل تقرير بشير عمر بشير أقد قادة رؤساء مجموعة الدول الساحلية القمس بالعاصمة المورتانية نواكشوت على حامش قمة الاتهاد الافريقي الإهدى والسلاسين قمة مسقرة بهضور الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون الذي شارك في أعمال اليوم الثاني للقمة الإفريقية بصفاته ضيف شرف واجرت القمة المسقرة بمقر كلية الدفاع لتدريب الضباط التابعة لمجموعة الدول الساحلية القمس وتركزت مباهسات القمة على سبل التصدي للجماعات الجهادية في منطقة الساحل وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون إلى دولة مورتانية تزامنا مع وقوع ثلاثة هجمات في أسبوع واحد متتالية تعرضت لها القوات الفرنسية برقان ضمن مهمتها بدول الساحل والقوات الإفريقية والمالية بمدينة السافرية وبهذه المناسبة أبر الرئيس جمهورية الناجر محمد يوسفو بصفة الرئيس الدوري لمجموعة الدول الساحلية الخمس أبر للصحافة الدولية أثناء المؤتمر الصحفي الذي جرى بمقر كلية الدفاع أبر بأن رؤساء المجموعة الخمس قرروا في القمة تناول موضوعين مهمين هما تفئيل دور القوات المشتركة وتقوية برنامج الاستثمارز الأولوية لتنمية المنطقة لأنه في تراب الفقر ينمو الإرهاب الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون من ناهيتي أشادها بدور المجموعة الكبير في مكافأة الإرهاب والجرائم المنظمة وأشار بأن الأولوية الحالية هي دعم قوات المجموعة ماديا وتمولها بمختلف العالات الأسكرية والمعلومات الاستقباراتية وقال أن فرنسا تحدث بالتعاون مع دول المجموعة إلى استئصال الإرهاب من دول الساحل والصهراء وعكد بأن القمة سمحت له أن يناقش مع القادة المحاور الاستراتيجية والعمليات التي تقوم بها الدول القمس وللإشارة بأن مجموعة الدول الساحلية القمس أنشأت عام 2014 بهدف تنسيق السياسات وإرساء قواعد التنمية والعملي في فضاء الساحل الإفريقي هذا وبعيد الاجتماع التقل أمين الدوري لمجموعة الدول الساحلية القمس بفقامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وتطرق معه إلى دوري شاد داخل المجموعة ولسيما استدباب الأمن والاستقرار وإهلال السلام بأرض المنطقة وقلال اللقاء أعرب رئيس الجمهورية الرؤيته للعمين الدوري بالقضايا التنموية بالمنطقة ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي أصبحت في تراجع مستمر بفضل القيادة الحكيمة لرؤساء المجموعة هذا وقلال اللقاء استمع الأمين الدوري لوصايا فقامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وتطلؤاته بعد القمة المسقرة حول الاستراتيجية الدولية لدول المجموعة في مجال التنمية والأمن والقوات الإفريقية لدول المجموعة المنضوية تحت منظمة الأولم المتهدة بجمهورية مالي استقبل صباح اليوم بقصر الديمقراطي رئيس الجمعية الوطني دكتور هارون كبدي منصقة التغذية تابعة للمنظمة المتحدة حيث در اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المنصقية الأممية وجاد فيما يتعلق بمكافحة الأمورات سوء التغذية تقرير محمد صلاح الحسين لقاء جمع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي مع منصقة التغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة جربا فيربورغ وعدد من مساعدها في هذا اللقاء الذي استمر لمدة ساعة ناقشوا من خلاله بعض المواضيع المتعلقة بصحة الأطفال ومكافحة سوء التغذية الذي انتشر في بعض الدول وعقب خروجها من اللقاء تحدثت جربا فيربورغ والتي قالت إن دولة شاد بذلت الكثير من الجهود في مجال الصحة العامة ومكافحة مختلف الأمراض والأوبئة وأشارت بأن هذا اللقاء يهدف إلى كيفية القضاء إلى أمراض سوء التغذية وذلك بمشاركة الفاعلين بقيادات الحكومات والبلدان الأعضاء في منسقية التغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المنبياء النجاة انضمت إلى هذه المنسقية منذ عام 2013 وساهمت في طرد الكثير من الأمراض قدمت ظهر اليوم وزيرة البريد والتكنولوجيا الحديثة لانتصالات والعلام الناطق الرسمية باسم الحكومة السيدان دولنوجي أليكس نيامباي بيانا بمكتبها حول إضراب النقابات العمالية وموقف الحكومة من هذا الإضراب ترجمت البيان مع زميلة ديقة محمد الحاش الحكومة التشادية تترقب عن كثب الوضع وحالة الموظفين مع النقابات العمالية وعدم حضورهم للعمل بضعة شهور على هذه الأشهر على الرغم من أن النقابات العمالية وتعهداتها مع الحكومة لا زالت تدخل العمال في مأزق حقيقي وهذه التصرفات غير واقعية ولا يمكن تحملها وهذه الطريقة التي تبنتها النقابات تقليدية ومتعصبة للتعبير عن عدم رضاها وأننا نعلم أن هناك جمعيات اتخذت هذه الطريقة كآداء لضرب عمل الحكومة وتجعلها أمام حالة اجتماعية كما أن الاتفاقية المبرمة في الرابع عشر من مارس من هذا العام بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين وأمام هذه الطريقة المغلقة فإن الحكومة قد اتخذت كل الإجراءات لأجل تنظيم كل الامتحانات والمسابقة لنهاية هذا العام وفي نفس الإطار الحكومة تواصل وتحترم كل تعهداتها التي تبنتها مع الشركاء الاجتماعيين خاصة بما يتعلق برواتب العمال على الرغم من حسن نية الحكومة في الحوار وعملت لإصلاح المؤسسي تزامنا مع الجمهورية الرابعة وفتح أبوابها للتباحث مع المنظمات النقابية لوضع لجنة مشتركة لتستجيب لمطالب النقابية وأمام هذه الحالة فإن الحكومة تخطر الرأي العام الوطني باتخاذها والعمل على التطبيق الفوري للإجراءات التشريعية الموقع عليها حول الحق في الإضرابة ولكن ابتداء من يوم الأربعاء الرابع من يوليو لعام 2018 القانون رقم 023 رئاسة الجمهورية 2016 30 من ديسمبر الصادر بتاريخ 2016 يطبق على كل الإجراءات من ناحية أخرى فإن الحكومة تتعهد بمتابعة الإجراءات للتطهير مستندات عمال الدولة وذلك بهدف الاستقرار الاجتماعي فإن الحكومة تظل مستعدة ومنفتحة للحوار الجاد والهادف الاجتماعي يجب أن يكون مستعدة للحوار الجمهورية بهدف اختارهم بالنظام العام للإرادات المالية الجديدة والتي تتماشى مع الجمهورية الرابعة يأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير المالية والميزاني عيسى محمد أبد المحمود مع المدراء العمونة بالوزارة ومجلس النظام المحاسبة ومخلصي الجمار تقرير محمد طاهر صالح الاجتماع التشاوري الذي ضم مسؤولي وزارة المالية والميزانية مع مجلس النظام المحاسبي ومخلصي الجمار هدفه التشاور مع كافة منتسب وزارة المالية والاستماع إلى توجيهات وزير المالية والميزانية المتعلقة بضبط النظام والرقابة الشاملة وإحصاء مكاتب المسؤولين في الضرائب والجمار والخزينة العامة والسعي نحو الحفاظ على موارد الدولة وعدم إهدارها تماشيا مع النظام الجمهوري الرابع وحث الوزير الجميع على تحمل مسؤولياته واحترام اللوائح والقوانين المعمول بها وأكد جان بول نانينغي رئيس مجلس النظام المحاسبي أنهم على أتم الاستعداد لمساعدة الوزارة لتطبيق القوانين اللازمة أما الاجتماع الثاني فقد ضم مسؤولي الوزارة بمخلصي الجمارك وتقديم نفس الرسالة التي مفادها أنه بموجب الإصلاحات الضريبية والجمركية فقد تقلص عدد مخلصي الجمارك من 125 إلى 33 فرد الذين تنطبق فيهم شروط المخلص الجماركي وذلك لمساعدة الوزارة لتحقيق وضبط الإرادات المالية أشياء منهم همامزاتها لا يقف الجمارك وأشياء منهم همامزاتها لا يقف الإمبوب وأشياء منهم لا يوجد أورغ فقد قالوا اي واحد عندها تساق وابقلوا هو أستخدام كونتابل أو كابينيي منصي فسكال دائرين نوقف النظام أي زول مخلص الجمارك مرة بمش بجوب بودام من الخارج خوزاتها بس بعمل فاكتير بنتهي فاكتير من الخارج هناك اثنين فاكتير تلاتة فاكتير واحد بيجيبه بيقدمه في الدوان وواحد كمان بيضمه في البيت بعمل حسابه معي وده زيادة كشي يعنينا نقومه بواجباتنا نعمله كنترول والليقينا زول خشانه بفاكتير يعني فو فص فاكتير بقول له الفاكتير ده يعنينا نقدر نشروه والزول نوده في قدام المحكمة وأكد مخلصو الجمارك بأنهم يساعدون الوزارة وهي أيضا تساعد المخلصين الجمهوريين لأداء مهامهم بشكل جيد وإدخال الموارد للدولة بحضور منصق برنامج المتحدة لدى البلاد أطلق صباح اليوم وزير الاقتصادي والتخطيط إيسا دبرانك أطلق مناسبة إحياء اليوم العالمي لسكان دورة 2018 جارة مناسبة بمركز الدراسات والتدريب من أجل تنمية تقرير عيشة أحمد دوكي التعداد السكاني الذي يظهر منه العدد العام للسكان مما يتيح للدول وضع خطة إنمائية مناسبة أمر جعل من المنظمات العالمية تخصيص يوم يدل على معرفة أحمية السكان فهذا هو اليوم العالمي للسكان دورة عام 2018 وضع تحت شعار التنظيم العائلي حق إنساني يسمح لكل الأزواج والأفراد اختيار عدد أطفالهم كلمة الترحيب التي قدمتها رئيسة اللجنة التنظيمية صاحبها سرد العنشطة التي تدبع إهياء هذا اليوم العالمي من بعث رسائل توعوية للسكان وذلك عبر الوسائل الإعلامية وتنظيم المؤتمرات ومسابقات حول التنظيم الأسري وغيرها يعود تاريخ اختيار هذا اليوم العالمي للأمم المتهدة عام 1982 حسب ما أشار إليه منسق برامج الأمم المتهدة في شات والذي جاء من أجل الهفاظ على صحة الفتاة والمرأة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لنمو الأطفال في الكلمة التي ألقاها وزير الإختصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبرانك قال بأن هذا اليوم هو فرصة لمعرفة التعداد الديمقرافي للسكان مما يسمح للحكومة بوضع استراتيجي لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق رؤية وسياسة شات كما نريد لعام 2030 علما بأن إهياء هذا اليوم العالمي يحتفل به في مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة ابتداء من الثالث يليو وحتى الحادي أشر من الشهر الجاري استلم صباح اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطن أبو بكر صديقة شرومة حصلت نتائج إحصاء المعلمين المتطوعين والتي قدمت من قبل مركز الدراسات والأبحاث بحضر عدد كبير من المسؤولين الإداريين والمعلمين المتطوعين تقرير مناحسا سكايا إن التعليم أمر ضروري فلا يمكن لإصلاح أي مشتمعين وجعله أكثر تحضرا وتقدما إلا من خلال التعليم النوعي وعليه يجب تأهيل أكفاء القادرين على توصيل الرسالة العلمية من عجل محاربة الجهلة لذا قامت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بدعم من البنك العالمي بتنظيم إحصاء شامل للمعلمين المتطوعين بغاية الوصول إلى نتائج ملموسة في مداخلته رئيس اللجنة الفنية لتعداد المؤلمين ريماش ناقوجال أكد في حديثه أنه يعد عملية إحصاء المؤلمين من أهم الموضوعات التي قامت بها الحكومة الشادية للحصول على دعم الشركاء لمعالجة حالزه النواقص المدير العام للتعليم وتكوين بالوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد البخاري عمر قال بأن النتائج المتحصل عليها في مسألة تعداد المعلمين أمر في غاية الأهمية ومن خلال النتائج أرى أن أدى المدرسين المتطوعين يبلغ 28 ألف وفي كل شاد ما دائما عرفنا أدى المدرسين المتطوعين وعرفنا مكاناتهم فنأخذ إجراءات إدارية آخر لنسبتهم في محلاتهم والإنهم كفاء نسولهم إجراءات هنالكفالة أما وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة قدم شكره لبنك العالمين وشركاء الاشتماعين لدعمهم طوال العملية بتنظيم وتعداد المعلمين للحصول على آداء أفضل وذلك نظرا لدورهم الفعال والنشط في العملية التعليمية الوصول إلى إيجاد أرضية للتعليم النوعي في البلاد أطلق صباح اليوم ببيت المرأة في الدائرة الثامنة منصق خلية المتابعة والتقييم بوزارة الاقتصاد أطلق عمال الورشة التدريبية التي تنظمتها الوزارة بتنصيق منظمة المتحدة للأمو الطفولة اليونسيف بهدف رفع كفاءة أعضاء الشبكة الشادية للمتابعة والتقييم حول دراسة المشاريع التنموية تقرير حسن جدا أمر بهدف رفع كفاءة أعضاء الشبكة الشادية للمتابعة والتقييم حول دراسة المشاريع والملفات التنموية بالبلاد جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية من قبل وزارة الاقتصاد والتقطيط التنموي بالتنصيق مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف وذلك نظرا لأهمية تدريب أعضاء هذه الشبكة التي بدأت العمل رسميا بعد حصولها على تصريح العمل من قبل وزارة إدارة الأراضي منذ العام 2015 وعليه فقد كانت فاتحة افتتاح أعمال الورشة كلمة ترحيبية من قبل رئيس الشبكة الشادية للمتابعة والتقييم محمد جيمي ديرنيمي الذي عدد في خطابه أهداف إنشاء هذه الشبكة مشيرا إلى أنها ستقوم بتنظيم دورات وورش تدريبية مماثلة تهدف إلى رفع كفاءة المعانيين بتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد عقب ذلك قدم ممثل أشركاء التنموين خطابا جدد فيه عزم منظماتهم لدعم البلاد في تنفيذ مشاريعها التنموية الهادفة أما ممثل وزير الاقتصاد والتقطيط التنموي منسخ خلية المتابعة والتقييم بالوزارة قال إن هذه الورشة هي إضافة تسمح للإدارة الجيدة للموارد الأولية التي تزخر بها البلاد في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد أزمة اقتصادية وذلك بوقت عالية تقوم بمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج بغرض تعزيز كفاءات أعضاء الشبكة ليعلن بعدها افتتاع عمال هذه الورشة التي ستستمر فعالياتها حتى السابع من يوليو الجاري شهدت المكتبة الوطنية صباح اليوم اجتماعا بقيادة المنصقية العامة لخدمات التغذية حيث حضر الاجتماع ممثلي المنظمات غير الحكومية ومنتسبي وزارة الصحة العامة العاملين في قطاع سوء التغذية في شاء التقرير ديغا محمد الحاشي بعد الاجتماع الذي جمع أعضاء الحكومة والمنسقية العامة لأعمال التغذية يجيء هذا الاجتماع الذي حضره ممثل الحكومة والجمعية الوطنية وممثل المنظمات الغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني المتخصصين في مجال محاربة سوء التغذية في شد فضلا عن مسؤول وزارة الصحة العامة وكذا الشبكات النشطة ميدانيا حيث ابتدأت المناسبة بمداخلات واستفسارات قدمت من قبل الحضور والتي تتمثل في نشاطات وصعوبات ومطالب العاملين في هذا القطاع أما بالنسبة للمنسق العامة لأعمال وخدمات التغذية جيرفا فيرديك متحدثة عن أهمية المشروع ودوره في التنمية طالبة من الحكومة التادية المبادرة لوضع ميزانية خاصة لمسألة التغذية والاهتمام بالإدارة الرشيدة بهدف وقاية تحديات الأزمة الاقتصادية وكذلك توفير معلومات للجميع إضافة إلى دور الإعلام في توعية السكان وإرساخ فكرة التغذية السليمة في كل عائلة وفي نهاية المناسبة فقد قام الوفد بزيارة إلى أجنحة المعرض الذي خصص فيه المنتجات المحلية المختلفة لذا ضرورة الاستثمار من أجل تحسين التغذية لأنها البوابة للتنمية نظم الحزب الشادي من أجل التجديد والتنمية بمدينة آتيا البطحة مؤتمر نقاش بعنوان أحزاب الأغلبية الرئاسية وتحديات مرحلة الجمهورية الرابعة تقرير محمد طهجي بن الحور أحزاب الأغلبية الرئاسية وتطلعاتها إزاء برامج الجمهورية الرابعة هذا الموضوع كان محور الحديث في هذا المؤتمر النقاشي الذي شارك فيه المسؤولون الإقليميون للأحزاب السياسية للأغلبية والمعارضة بالبطحة صاحب المبادرة رئيس الحزب الشادي للتجديد والتنمية بيت إردي أبسكين هارون تناول في حديثه المسيرة السياسية للبلاد وصولا إلى الجمهورية الرابعة مبينا أن أحزاب الأغلبية الرئاسية كان لها سحم كبير في هذا المسار إيمانا منها بأهمية ذلك أشتراك في التنمية والدولة أهم هاجة لذا نحن ذاتا نسأل نفسنا هل أننا في الأغلبية؟ هل ما عندنا نقصان؟ والله يفوضر ديشوز كمسا كيف أنت تشترك؟ مثلا أنت نادم أنا آليه أنا آليه وشيب لحظت شيء ما أجبك فالأبدا كان بكتابة كل تودوا بروهنا ريجونال تكتبوا وشي الأشياء بمشي على التنمية والله بساعدهم في الأمل فالأبدا نجوبوا ممثلو الأحزاب السياسية الذين حضروا المؤتمر تداخلوا بأسئلة وإضافات جلها إن صبت حول أهمية إنخراط الجميع للتحضير للانتخابات التشريعية والبلدية القادمة قامت ظهر أمس عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى أبدالله بالإشرافية على عملية إزالة الأوساخ المتراكمة بحي ديجل شرق طالبة من سكان الحي تحلي بروح الوطنية ومساعدة عمل البلدية تقرير هارون باء إن تراكم هذه الأوساخ يمثل تحديا حقيقيا للإدارة الفنية لبلدية الدائرة الثامنة بحيث أن هذه الأوساخ هي مصدر للأمراض المحتملة مع مجيء موسم الخريف كما أنها مرتعا للبعوض ومختلف أنواع الميكروبات التي من الممكن أن تنتقل بسرعة إلى المنازل حيث يسكن السكان وتلوث البيئة التي يعيشون فيها وأن وجودها بهذا الكم الهائل في الأحياء السكنية يشكل خطرا كبيرا وليس من الصعب أن تكون بعض المخلفات في متناول الأطفال ولتفادي هذه الأضرار الصحية والبيئية فإن بلدية الدائرة الثامنة شرعت بإزالتها من هذا الموقع ونقلها إلى الأماكن المخصصة بجمع الأوساخ نعم إن الحفاظ على منظر المدينة يتطلب سلوكا حضاريا وروحا وطنية يجب على كل مواطن التحلي بها نظم صباح اليوم مركز الدراسات والبحوث من أجل التنمية ونظم ورشة تدريبية لرفع كفاءات القضاء كان ذلك بحضور بعض المسؤولين في الدولة تقرير أدم حنافي فضل شاد دولة قانون وعدالة الأمر الذي دعى مركز الدراسات والبحوث من أجل التنمية سيفود بالتنسيق مع المنظمة الدولية للفرانكفونية إلى تنظيم هذه الورشة التي هي لصالح القضاء في شاد الورشة تهدف إلى رفع كفاءات المعنيين بالعدالة وخاصة في مجال قانون العقوبات في شاد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث من أجل التنمية سيفود إيف جون فانغ قال إن مركز البحوث قد شارك في العديد من جوانب التنمية وكذا حقوق الإنسان فإن معرفة قانون العقوبات يتطلب الكثير من الخصائص القانونية وطلب المشاركين بالاستفادة من هذه الورشة من جانبها المديرة النائبة بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي قالت في خطابها إن شاد بها العديد من حمات العدالة يعملون بشكل قانوني حول قانون العقوبات في شاد مطالبة من هؤلاء المشاركين أن يبزلوا قصار جهدهم من أجل الاستفادة القصوى في هذه الورشة التي هي تشرف على حق كل إنسان شادي في المسائل الجنائية ويشار إلى أن هذه الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام يحييها خبراء في مجال القانون الجنائي مع بداية فصل الخريف وحطول الأمطار للغزيرة بدأت تشهد بعض الشوارع بمدينة آتيا البطحة صعوبات في كيفية تصغيف هذه المياه مما دافع بلدين آتيا القيام بإصلاح بعض الشوارع لتسهيل عمليات المرور تقرير محمد طهر جبنان بدأت بشريات الخريف تتجلى في مدينة آتيا بهطول أمطار خفيفة وأخرى غزيرة كما أن مياه نهر البطحة الموسمي عادت إلى مجاريها في وقتها المحدد عودة يعتبرها الأهالي مصدر خير لما للنهر من أهمية تاريخية وجغرافية في المنطقة إلا أن الخريف بدأ يفرز إشكالياته الاعتيادية والتي تتمثله في غمر المياه للشوارع والمترتب عليه صعوبة التنقل من حي إلى حي ما دفع البلدية إلى القيام بأعمال استصلاحية ولتحر أوضاع الطرق واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة أي مستجدات تطرؤه ومعالجة أي إشكاليات تمس الطرق وتسهم في الحفاظ على سلامة المارة والحفظ والحد من الحوادث قام وفد من بلدية آتية بقيادة العمداء النائب الأول بكر موسى كيدله بجولة شملت بعض الطرق تابع فيها مجريات عمليات استصلاحها بلدية يعني قمت السنة بكل الاستعدادات وحتت كمان اللجان عشان اللجان دود يقوم بالأمليات يساعد البلدية ويساعد عمل عشان العلميان الخريف ده يواجه فوقا كل المناه أن يكون خريف هذا العام مباركا وأن يكثر الحصاد الزراعي مقارنة مع العام الماضي تقديرا لجهودهم المبزولة في سبيل العلم والمعرفة لصالح الشعب الشادي فقد قام صباح اليوم رئيس المجلس على الشيء الإسلامية بجمهورية شاد الدكتور محمد خاطر عيسى قام بتكريم أعضاء بعثة الأزهر الشريف الذين أنهوا فترة مهامهم في جمهورية شاد تقرير حسب الكريم محمد ساعد من لم يشكر الناس لم يشكر رب الناس فأرفانا بالجهود التي تبذلها بعثة الأزهر الشريف وقيمة هذه المناسبة التكريمية على شرف بعثة من بعثات الأزهر العاملة في المجال التعليمي والدعوي المناسبة شهدت العديد من الكلمات والتي كان منها كلمة مدراء المآهد الأزهرية والتي قدمها نيابة عنهم مدير مأحد السلام الأزهري بأنجمينة صالح يوسف والذي أثنى للمجهودات دعيا من البعثات الأخرى الاقتدعي بما قدمته البعثة المغادرة ليأتي الدور للمحتفى بهم والذي قدم الكلمة نيابة عنهم رئيس البعثة والذي أكد خلال كلمته على أهمية تجسيد العلاقات القائمة بين البلدين مشيدا بالأخلاق والقيمة التي يتمتع بها الشاديون فوجدنا فيكم أنكم خير الأمم وفيكم رجال فيهم أجمل الصفات وأجل الشيام وفيكم العلم والقرآن العظيم خير الكلم فإنكم والله عندنا من أفضل الأمم أما رئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية بجمهورية جات فضيلة الشيق محمد خاطر إيسى هو الآخر جدد الثناء لما قدمه الأذهر أولماؤه من قدمات نييرة في مجال دعم التعليم بالبلاد هذه العلاقة التي توطدت في هذا البلد إلى أنصار بلد المليون حافظ داعيا شيق الأذهر على زيادة ومضاعفة عدد البعثات الأذهرية بالإضافة إلى زيادة المنح الممنوحة للشاديين وليكرم بعد المحتفى بهم ولتختتم المناسبة بأي من الذكر الحكيم توليد من قبل أهد أعضاء بأثة الأذهر الشريف الشيق محمد الأمين محمد الوكيل ترأس عصرامس رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية شادي بكر جرما بملعب ديجيل الرياضي حفل اختتام أسبوع فنون الدفاع عن النفس لنظمته الفيدرالية بمشاركة عدد من الفيدراليات الوطنية حضر المناسبة الختامية السفيرة للفرنسي لدى البلاء سعادة فليب لاكوستا تقرير حسن جدا أحمر بعد أسبوع حافل بالعنشطة الرياضية في هذه النسخة الأولى من أسبوع فنون الدفاع عن النفس والذي شاركت فيه عدد من الفيدراليات الوطنية كالفيدرالية الجادية للمصارعة وفيدرالية الجدو ورمي السهام شرع المشاركون فيه باستعراض المواحب والقدرات والفنون التكتكية للدفاع عن النفس لكل فيدرالية وعليه فقد شرف حضور حفل ختم هذا الأسبوع الذي جاء بدعم مالي من التضامن الأولمبي عبر اللجنة الأولمبي الرياضية الشادية السفير الفرنسي بيشات سعادة فليب لاكوست وخلال حفل الختام قدم رئيس اللجنة الأولمبي الرياضية الشادية أبكر جرم أومي خطابا ضافيا قال فيه إن تنظيم هذا الأسبوع جاء بهدف تأهيل جميع اللاعبين المشاركين فيه وإكسابهم قدرات ومعارف دفاعية تمكنهم من خبرات من شأنها تمثيل البلاد في العلعاب الأولمبيا دورة العام 20-24 التي ستحتضنها الأنصمة الفرنسية باريس نختم هذه النشرة بقراءة هذه البرقية بعث بها فخامة عرس جمهورية إدريس دبي إتنو برقية تهنئة إلى نظره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا نصها بمناسبة العيد الوطني لبلدكم الجميل الولايات المتحدة الأمريكية والذي يصادف الرابع من يوليو من كل عام تزازه السانح الكريمة لقدم لفخامتكم باسم الشعب الشادي وباسم حكوماته وباسم شخصيا تهنين الحر لكم وللشعب الأمريكي الشقيق كما نؤكد لكم بقوة العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا ونجدد لكم رغبتنا الصادقة باستمرار هذه العلاقات لصالح شعبينا وبلدينا وتقبلوا يا فخامة الرئيس فاحترامنا وتقديلنا إدريس دبي إتنو رئيس جمهورية الشات رئيس الحكومة بقراءة هذه البقية التهنئة نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة أن جميناها نشكركم على طب الانتباه والمتابعة ألقاكم دمتم في من الله السلام عليكم